اخترينا لكم اليوم مجموعة من صور المشاهير اللي كان لها صدى واصع على منصات التواصل الاجتماعي من ايقانات الموضة المشهورين باناقتهم واللي دائما نشوفهم على منصات التواصل الاجتماعي الملكة ماكسيما زوجة الملك الهولندي ومثل ما تشوفون بالصورة كانت لابسة فستان باللون الذهبي ونسقت معاه ذا ايضا باللون الذهبي من براند جانفيتو روسي ولبست ويا جونتا اكلاتش فينتج مثل هذه اللي حبيتها الفستان بالنفس البراند كان طويل بس الملكة اختارت انه شوية قصوم من طولة حتى يناسب المناسبة اللي هي بيها صراحة اللون الذهبي من الالوان اللي نعرف كل جدارجة بهذا الموسم هي والفضلي الميتاليك هذا اللون كل جدارت كان بشتة وظل مستمر ويانا بالصيف فعلاً ميسا مثل ما ذكرتي حلو ان الواحد يتلاعب مرات بالقطع اللي عندي عن مودة ناسب شخصيته هيئته او حتى المكان اللي هو رايحة والملكة ماكسيما معروفة باناقتها فحلو انه احنا نستلهم اطلالاتنا مو بس من الفنانات ما حتى من الملكات والاميرات لانه هيش ناس يكون عندهم ستايلس خاصين بيهم فنادراً ما نلقي اغلاط باطلالاتهم وهالشي كلش حلو اما الاطلالة اللي انا رح احكي عنها فهي اطلالة الممثلة سينتيا ساموال شفنا سينتيا اطلت علينا بفستان من الدنم الجينز طويل باكمام قصيرة مع تنورة منفوخة زينت الفستان بحزام جلد من ديور اللي هو على شكل كورسي هذا الحزام شفنا كلش دارج في الفترة الماضية بين الفنانات والمشورات بشكل خاص والناس كلشوها يرتدتها بشكل عام لانه يحدد منطقة الخاصر كون حزام عريض واردي مصنوع من نوعية كأنما كورسي فيضب منطقة الخاصر نوعا ما وكملتها ايضا بتسريحة شعر على شكل كعكة مرفوعة مما انطاها طول لانه هي سينتيا طولها متوسط فلما نسوي بان او كعكة عالية رح تنطينا طول باطلالتنا وهذه نصيحة المتابعات كهروانة اذا كنت من قصيرات القامة او متوسطات القامة وحابة انه تنطين طول باطلالتك فدائما اعتمدي تسريحات الشعر المرفوعة سواء كانت كعكة او ذي الحصان بوني تيل هذي النوع من التسريحات كلش بين جسم ممشوق اكثر وايضا سينتيا اعتمدت ويها ميكوب ناعم على مود الائم الفستان انا صراحة كلش حبيتها بس سينتيا بالصورة مبين انه هي مرتدية ويها هذا الاوتفت شنطة من ديور الشنطة صراحة حسيت بها شغل هواية انه هاي جنطة بيها فصوص وبيها الوان وبيها قماش تويد فحسيت انه الجنطة شوية ما ملائمة كلش لهذه الاوتفت وهي جنطة حلوة اكيد ولكن شان من الممكن استبدالها بقطعة ابسط احس تطلع احلى مع فستان دنم وهي تحزان بطل يعني نلبسها اصلا بسيط اي فعلا اي فعلا بنات الاطلالتين كلش حلوة كلش راقية مع الاختلافات البسيطة اللي ممكن واحد يغير حسب ذوقها اكيد وحسب المكان اللي يروح له اما الاطلالة اللي حابة اتكلم عنها فهي اطلالة الفنانة العربية منازكي معروف انه الفنانة منازكي دائما تختار الاطلالات البسيطة يعني دائما تختار الشي اللي ناسب شخصيتها شخصيتها بسيطة وعملية بنفس الوقت فتختار الشي المناسب واللي يشبهها اكثر شي تختار دائما الاقمشة السادة اللي ما به شغله هواية الموديلات البسيطة اللي تشبه شخصيتهم واليوم رح نتكلم عن اطلالتها مثل ما دنشوف بالصورة منازكي ارتدت فستان باللون الزهري الفاتح فستان سادة لقماش ماته سادة بس بتطريز وشغل مثل القصب على كل الفستان الفستان طويل والفستان اوف شولدر مفتوح من الاكتاف ومزين من الاكتاف دائر مدار الاكتاف بالريش الاطلالة كلش حلوة نوء اما بها حركة للفنانة المنازكي لانه دائما تعتمد البساطة حبيت الاطلالة كملت الاطلالة بتسريحة شعر مرفوعة لانه من بين الاطلالة نراحها مهرجان فالاطلالة جدا مناسبة للمناسبات والمهرجانات الاطلالة حلوة وسليمة وبسيطة بنفس الوقت بس فقرة الريش اللي على الاكتاف حلو جدا بس افضله الريش كان يعني اقل حتى يضطي بساطة وانوثة اكثر للطلة بس بالاجمال الطلة حلوة ومثل ما عودتنا منازكي انيقة وبسيطة بنفس الوقت باناني كلش اتفق بياتش بفقرة انه لو الريش كان انعم ونريد نمط نصيحة لمتابعة كهرمانة مثل ما شافوا منازكي باطلالتها هذه كانت مرتدية فستان بي شغل من فوق ومفتوح لذلك رفعت شعرها وكانت التسريحة بسيطة ابدا لنحاول انه نلبس فتشي بي شغل او ريش من فوق او رافلز ايشي بي حركة كثيرة من فوق وننزل شعرنا او نلفه لانو رح تطلع الاطلالة مبالغ بيها فدعم نحاول انه تخلون هذه المنطقة سيمبل حتى العقد اللي تلبسوه يكون مثلا فتشي كلش ناعم بحيط ما يطلع خبصة والشعر يفضل انه دائما يكون مرفوع ويهي تنوع من الفسات فعلا شهده هي فعلا منازكي بالاطلالة لابسه بس حلق يعني بس تراتشي وما لابسه ايشي على رقبتها حتى يصير توازن بالاطلالة وهي صراحة حلو عليها لانه ناعمة فهي شي انواع من الاطلالات ترهم الناس البتيد فعلا اشتركوا في القناة